الحبس لمدة تناهز الستة أشهر والغرامة التي تصل لعشرين ألف جنيه عقوبة ليست لقاتل ولا سارق وإنما لزارع المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز في غير المناطق التي تحددها الحكومة حسب تعديل أخير على قلون الزراعة وافق عليه برلمان الانقلاب والآخر يمنعه رز لزكر رز هو إسلاح الفلاحة إسلاح الدور نحو عشرين عضوا بالبرلمان بينهم لواب تكتل 25-30 رأوا أن اتجاه حكومة السيسي هو رفض حبس رجال الأعمال لكنها لا تمانع في سن تشريع لحبس الفلاحين خط الدفاع الأول عن الدولة والذين يمثلون أيضا رجال الانتاج بدورها النقابة العامة للفلاحين شددت على لسان النقيب عماد أبو حسين على رفض جموع المزارعين بربوع مصر للتعديلات الجديدة واتهمت الحكومة بالتفكير في سجن الفلاح بدلا من زيادة الدعم الموجه إليه في الموازنة الجديدة وعودة الدورة الزراعية والسعي لاستخدام سلالات جديدة سواء الأرز أو القمح إعلام الانقلاب وبدلا من انتقاد السيسي وحكومته التي تقدمت بمشروع التعديل أو البرلمان الذي أقر القانون الجائر بنظر الفلاحين فإنه سعى للتبرير للحكومة وشن الهجوم في اتجاهات بعيدة عن لب الموضوع لتشتيت أنظار المصريين عن أن السبب وراء تلك القوانين ليست ترشيد كما يدعي وإنما فشل النظام العسكري الحاكم في التعامل مع كارثة إنشاء سد النهضة والتفريط في مياه نهر النيل قناة الجزيرة عشان تعرفوا اللي أنا كنت بتكلم فيه لسه ما خمس داية مولعة فالفلاحين مصر وما قامت به الدولة اليوم صح وصح وصح وانا بقول لكل إخوانا الفلاحين الرزق مش بس في الرز موسيقى موسيقى